هو الإصرار. أنا حج أمال أغبطك على هذه الطاقة الإيجابية وعلى روح التحدي وإنتي قارعتي أخبث الأمراض وتغلبتي عليه. أنا في بالي سؤال أنه أنت شو هالإصرار العجيب؟ وهالقرار هذا اللي أكيد هو نتاج تفكير معمق وفيه من وراءه رسالي. روحتي كملتي ماستر في هذا التخصص وإنتي أكبر باحثة ماجستير في جمهورية مصر العربية مش في دولة يعني تاني. يعني إيش رسالتك؟ ما الذي دفعك لهذا التحدي غير مقمول النتائج؟ غير مضمون النتائج؟ مهاني بقول لحضرتك هو ما راحش التحدي ده من جواي. هو قعدني في البطئة وأنا ما عنديه الستات تخرج تنطط لي في الشوارع وتسيب لي الولاد والكلام ده. أنا طوعتل إن بحب كنت بحبه فعلا ما فيش زوجة حبت زوجها قدي أبدا لما تقولي ما فيش لأن ده حاجة كيميا بقى ما عرفش هي إيه. فأنا كنت بحبه جدا اللي كان يقوله كنت أنفزه بشوف الدنيا بعينه بأيونه من جوا بقى جمرة نار بقى. طبع. يقول لي أنت عايزة تقري أدي كتب إحسان أدي كتب يوسف السباعي أدي أنيس منصور 200 يوم حق أول واحدة قرأت كتاب لي 200 يوم حق أنا. كان يجيب لي كل حاجة بس إيه ما تخرجيش. تفضلي في البيت. في البيت. كان مغار عليك يعني. مغار غيرة. غيرة. ما عرفش أنا كنت لعرف إن كنت جميلة جدا. ما زلت ما زلت ما زلت. انت جميلة لسا انت جميلة لسا. طيب على الهامش فكرت مشان الآخرين يستفيدوا من تجربتك. فكرت اتلخصي هذه التجربة وإنتي قارئ أنا هم يقارئ. أنا كتبت والله شوية فيها. كتبت كنت بحاول إن أنا أعمل قصة حياتي. وبعدين زي ما تقولي حد برضو طلب إن ليه أنت بتكملي. فديته كشكول يقراه. خده ومعاتش جابه. ما علينا المهم أنا ما. لإن الكلام موجود حممكن نكتب في أي وقت. لكن بصراحة أنا ما وفقتش أبدا إن ما أكملش. إطلاق. هو سافر بقى في الأسناء دي ليبيا. كان جات له حاجة طبع شغله سافر. فدنيتي واخدة شهادة النقل من أولى لتانية. كانت من فرنساوي. لكن روحت المدرسة العادية. تقولون ممكن أكمل بديا الإعدادية. تنفع. كم سنة دلوقتي حاجة أعمل؟ لا لا لا. طوانتاشر بس رقم مقلوب. خلاص. تماشي. واحدة تمانين. واحدة تمانين. واحدة تمانين. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. الله يعطيك الصحة والعافية. شوفي. هي الأعمار ليست بعدد السنوات. نريد رسالة للمشاهدين. وبالتحديد للمشاهدات بالضبط. شوفي. أحيانا الصعاب تولد الإنسان الناجح. والتحدي يجعلك أكثر إصرارا على الحياة. تصير بدك تعطي أكثر. وكأنه قضية تحدي في الحياة. لا لا. هي قضية توفيق من الله. وتوفيق من الله. لأنني ربنا سبحانه وتعالى. عمري ما فقدت الثقة في الله أبدا. مهما كانت الصعاب. أقول يا رب ألاقي كل حاجة بتتفتح. كل الأبواب. شو رائع. شوفي الرسائل اللي هم تعطينا إياها. طبعا. فأنا هلا بدي يسمعون المشاهدات. شوفي أحيانا مثلا أنا واجهت مشكلة. وأنا ما بحب أحكي عن تجارب الشخصية. لما أجيت أكمل الدكتوراه. إيش بدك فيها هلا الدكتوراه. أنت عارفة أن أنا دلوقتي سجلت فهلة. هسجلت فهلة. هسجلت فهلة. سجلت فهلة. سجلت هلا دكتوراه. أه وزائد دخول كلية الأداة بقسم اللغة الإنجليزية. أهلا بدي ترجعي طالبي كمان مرة. هترجعي طالبي. أقول فرنساوي باخد درسي في البيت. على أساس ما نساهوش. لأن برضو اللغة حاجة تانية برضو بتقدر تأخدي مرجع باللغة الإنجليزية. تحتاجيها في المراجعة. هترجعي تدرسي. هترجعي تدرسي شيكسبير. خلاص التحقت خلاص بموجب الليسانس. رحت قدمت وقال له أممكن تأخدي تدخل كلية الأداة بقسم اللغة الإنجليزية مع الدراسة للدكتوراه. طيب أنا هنا بدي رسالة. الآن بدي سمعونا مشاهدات في مختلف أرجاء الوطن العربي. كلنا ثقافاتنا واحدة. الآن الوحدة يعني من السيدات أحيانا أكبر إنجازاتها. ممكن إنه يكون إنه أتزوج وأخلف وأسس أسرة. أوكي هذا إشي كثير كويس وإيجابي. بس في طموحات يعني ما لازم تتوقف عند عمور معين. هلأ أنت كيف بتقرأ إيه المرأة في مجتمعنا؟ يعني في سيدات بيحكوا لك أش بدي في هالشهادة. ما أنا خلاص زوجت وخلفت وخلي أولادي يدرسوا. كم هذا بيأثر على أولا صورتها كامرأة في المجتمع. ونظرة المجتمع إلها. وأكضا تأثيرها على تربية أبنائها أو إدارة بيتها. لا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ربنا وفقني ما شاء الله وأكبر. أربع عيال ما شاء الله. أي أم الوطن العربي ولا حتى في المريخ تختغر بيهم. صحيح أن حلقة اليوم مع المسنين. ولكن أعتقد في واقع الحلقة الحلقة مع من لهم خبرة في الحياة. كيف تكون الحياة عندما يتقدم العمر بالإنسان. ترجمة نانسي قنقر